في الكرة خلال الفترة الحالية لازم يحكم عين العقل في الاحداث الجارية لان اللي بيحصل في العالم مفروضة احنا مش بعدين عنه يعني اكيد قريبين منه وعارفين الاحداث بتحصل ازاي والاسباب المالية اللي ممكن تتأثر بيها الكرة في العالم هتكون دافع للجميع لتخفيض التكاليف وتخفيض العقود خلال الفترة اللي جاية اخر حاجة اختم بيها فقرة الانترو يمكن حلقة الخميس الماضي لما طرحنا فكرة مدى تأثير فيروس كورونا على اقتصاد كرة القدم في العالم كان معانا مدخلة مهمة جدا مع دكتور سعد شلبي خابير التسويق ومستشار التسويق لمجلس ادارة النادي الاهلي وتكلم على كذا السيناريو وكذا فكرة بالنسبة للمرحلة اللي جاية لكن قال معلومة مهمة جدا قال ان الفترة الجاية الكل هتجه الى ممارسة الرياضة الكترونيا او تحديدا الالعاب الكترونيا كلامه ده كان يوم الخميس الماضي النهاردة ومبارح كانت فيه بيانات رسمية من وزارة الشباب والرياضة من خلال دكتور اشرف صفح وزير الشباب والرياضة اللي بدأ يطلق حملة لمشاركة القطاع الخاص من خلال بوابة مصر للشباب والرياضة الالكترونية وقال فيها ان الفترة الجاية الوزارة هتعمل على وفق منهجية تضمن تحقيق المستهدف من الانشطة الرياضية البديلة في المنازل ده عشان يتم لازم يتم بالتعاون مع الاتحاد المصري للالعاب الالكترونية وفيما معناه ان الفترة الجاية الكل هيتجه لممارسة الرياضة الالكترونيا وده الكلمة او دي المعلومة اللي كانتكلم فيها دكتور سعد شلبي الخبير التصويقي ومستشار التصويق لمجلس ادارة النادي الاهلي وقال فيما معناه ان الالعاب الالكترونية خلال الفترة اللي جاية هي المستهدفة بالنسبة لجميع القطاعات الرياضية سواء في مصر او حتى في العالم وبالتالي توجه وزارة الشباب والرياضة من خلال هذه المعلومة من خلال هذه الفكرة والكل هيبدأ يشتغل على هذا الاطار خلال الفترة اللي جاية ايضا كمان النهاردة في فرنسا كان من المفروض حسب ترتيب الدوري الفرنسي ان كان من المقرر اقامة مباراة مارسليا وباريس سان جرمان قناة كانال بلاس وده طبعا قناة قلة للدوري الفرنسي عملت بس لمباراة بين الفريقين كلاسكو طبعا الكبير المعروف في فرنسا بين مارسليا وباريس سان جرمان ولكن من خلال لعبة فيفا تتكلم على لعبة الالكترونية من خلالها تم بس المباراة على كانال بلاس دي القناة النقلة للدوري الفرنسي داخل فرنسا اقامة هذه المباراة الالكترونيا طبعا بيتم اعتماد هذه المباراة وخلال هذه الالعاب والنجوم اللي موجودين في هؤلاء الفرق من خلال شركة مختصة بهذا الامر شركة او قناة كانال بلاس اعتمدت على هذه الفكرة ونقلت المباراة الالكترونيا عبر البس وعبر القناة الفضائية لكل الجمهور الفرنسي فبالتالي يبدو ان الفترة الجاية خلاص كل رايح في اطار هذا النهج خلال الفترة اللي جاية في اطار ان الالعاب الالكترونية خلاص هتكون هي السمة الرئيسية للمشاركة الفترة اللي جاية نتيجة طبعا توقف النشاط وعدم اقامة اي مباراة لكرة القدم خلال الفترة الحالية النشاط متوقف في مصر بعض الاتحادات وبعض الأندية خارج مصر خارج قرار بالتعليق حتى نهاية إبريل وأول مايو ننتظر خلال الفترة اللي جاية وأكيد خلال أسبوع بالكتير هيكون فيه توجه الاتحاد الكرة المصري وبالتأكيد توجه أيضا لوزارة الشعب الرياضة في حال بقى مد المدة أو التوقف على إقامة أو تعاودة النشاط إن شاء الله أول إبريل ده يكون متعلق طبعا بقرارات وزارة الصحة والأمور الصحية والطبية خلال الفترة اللي جاية لمعرفة الوضع داخل مصر يا ربي خلال الفترة جاي يكون أفضل وأفضل كثيرا يا ربي بإذن الله لكن في جمال أحوال من خلال عرض بعض المعلومات على مدار الأسبوع الماضي وخلال هذا الأسبوع محدش بيطرح فكرة الإلغاء إطلاقا الكل بيشتغل على التأجيل سواء بموعيد أو تأجيل لأجل غير مسمى لكن تأجيل أو إلغاء للمطلق ده غير مطروح خلال الفترة الحالية وهن ناقش بالتأكيد في الفقرة الحوارية مع الأستاذ خالد الإتريبي الناقض الصحفي والكاتب الصحفي والناقض الرياضي هن ناقش معاه بالتأكيد يعني وجهة نظر الإعلام في الفترة اللي جاية وإيه الموضوعات اللي ممكن تتناقش الفترة الجاية في إطار انتشار فيروس كورونا وماذا تأثيره على صناعة كرة القدم وأيضا كمان بعض الملفات المحلية وملفات متعلقة بالنازل أهلي خلال الفترة القادم أهرج إلى فاصل والأستاذ خالد الإتريبي النقض الرياضي والكاتب الصحفي